موسيقى السلام عليكم الضحرج المسى يا معلم يا بضايا يلا انتهي العيال خليه منزلوا البضايا دي عشان تتمنها قلت ياد انتهي مين؟ العيال؟ انتو اللي هتنزلوا البضايا بأيديكو واللي على ايدك نكشي الحنك طوى هو ليه يعني وفي نزام جديد ولا ايه؟ ايو يا روح بابا في نزام جديد هتركنوا انتو الاتنين على جنب وتنزلوا البضايا على جنب وتركنوا العربية على جنب انا بقى اعف على جنب الوحدي وهشوف انا هفرز مين فيكو ما تزبط في كلامك يا بضايا على الصبح بقى يا الله؟ خلاص يا زين خلاص هو يا بضايا كده لسنو زفر على طول مات يلا يا وديمتا وهو هتصوروا بعد ولا ايه؟ استمحوا يا صب استمحوا يا بخدري استمحوا يا بخدري استمحوا يا بخدري ايه؟ مين دور؟ الرجالة تراشران بيه؟ الرجل عنده مسابق كبيرة او في البلد هو تعمل مع المعلمة من زمان صباح الخير يا سيتي الكل خطوة عزيزة يا أستاذ حنفي يا أزيب أطاري معيني زعلان منك وأقد على خطري أول تمنعي بضعتك عننا اللي إيه؟ عيب أول العيب هو اللي لبي بتاعك ابتدى بيه قوليوش نزوم الكلام كتر الكلام إيه اللي المعرفة؟ طلباتك تفتحي مخزنك وتدينا بضعتك من تاني الحلوة حد يكره يبيع بس قبل ما تحمل ادفع اللي عليك الأول اسمعي الكلام يا أمعلمة وأنا أوعدك إن الرشوان بيه حيهدى ويلين ويرضى عنك ويرضيكي أنا مش طالبة غردة ربنا مش رضى بنقادمين وإن كنت هزس طولك وجايب كل الطم ده معاك عشان تقول البقين دول سمعت منهم كتير بدأت أزهق أنا عند كلمتي تدفع تحمل صعب أول يا معلمة أجل حد هنا وأرجع بالعربيات فاضية قصدك إيه؟ قصدي يعني لو رجالتك تعبانين ومش قادرين نحملو رجالتك أنا بقى تخش المغزن وتحمل وساعتها الحساب يجمع يعني هتحمل العربيات بتاعتك بالشقاوة غصبانية يعني غصبانية مش غصبانية أنا قول طالما جيت العربيات لازم ترجع مليانا يا حلوة يا برينسيسا اشتازح أنا فيه؟ صلي على النابي كده ونتفاهم بالهداوة تثبت مكانك وارجع ولو أي حد من رجالتك قرب هخلص عليه مطوطك مش قلتلك ما تشميش دماغك ولاش تقولي كلام انت مش قادوا يا حلوة يلا رجالة خشوا المغزن عايزكم تطفضوه مش عايز أشاية عالبركة اسبت مكانك وارموا اللي في ايديكو لطايا الرقابته عنك يا حبيبي لحاجة تطلع غلط كده ولا كده اتعور بيها نفسك يلا قبل ما خل جسمه بحتة ورازه بحتة سيبوا اللي في ايديكو سيبوها كل الفرخان اللي انت لاممهم حواليك دول يركبوا العربيات ويقونوا في ستين داية ولو حد منهم هوقوا بنا تاني هيبقى اخر يوم في عمره بيتك يلا قول ما تكسيفش باشي ماشي يا اخوية يلا رجالة خدوا العربيات وامشوا يلا يلا يا اخوية منك لي عشان هنرش معايا يلا وانت يا حلوة يا بوش سامح انت اتكل معاهم عشان انا اخول ايديك غورة زين معاهم انت ورجالتنا وتأكد ان الكاتاكيت سابوا المنطقة قالص وارجع بلاجني يا سلام عيني يلا يا اخوية منك اتحق دي اسأل امك ويترد عليك انت كده فتحت علي نفسك باب جهنم انا لو منكو اخافوا ترعب احنا ممنخبش غير من اللي خلينا يا حبيبي هام علمة انت وشوك بقى تحبي اعملي كيف اللي فاندي ده اعيزة الصح هام علمة احنا نقطع رقبتو ونبعتها الرشوان بايه عشان يعرف ان البريتسيسا وراء رجالة النبي لا تفل مدليا اللي في ايدك دي احسن تعورك وانا بخاف عليك تخر دم رأيك اي يا حربي؟ والله يا معلمة انا رأيي ان يسيبه وحصر رجالته ويبلغ اللي مشغلينه ان لو حد فيهم هوا بهنا تاني هنرجعهولهم رابعة ده نفس رأيي برضه يا معلمة القول قولك يا حربي اسمح هقولك ايه تروح لرشوان بايه تقوله حقي يبقى عندي لو ما جليش هروح بنفسي هاخد حقي ومش هاخد على قفاة زيك وما تنساش تقوله اهم حاجة ان انا حلو اه ماشي هبلغه يا حلو يلا زوق يلا زوق يا خفيف اركب يلا 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 خلعوا يا عيلي وهم بلينهم دموا من الخوف بس وقفت كم عايل كده انا بدو رجاي على الاول منطقة يمكن يشاوروا عقلهم ويرجعوا تاني عفارم عليك يا زين بقولك انت تعمل ايه بالمسدس ده المسدس ده انشيله عم حربي يمكن ينفع في وقت عوزة ربنا ما يحواجنا ليه يا عم بقولك ايه اديه الوقت بركة يشيله هوا بمعرفتكم احنا مش عاقلين زيه ماشي يا صاحب مش كنت سبتين يا برنسيسة غب عليهم واحد واحد خلص شغلك الاول وبعدين غب براحتك باشي يلا نجرع اشلحف انت هو عايزين نشوف البضاعة دي مسروعة من قانيز اكنو البضاعة بتاعت زينو حربي انا اللي احفزها بنفسي باديا خليك انت في البضاعة بتاعت الصبيان الصغيرين اللي على مااسك كده غلط اكبر غلط زين قرب لي العربية هنا قدام المكتب عايز اجرد البضاعة براحتي تحت عامل كاسبت الكل تسلم لي يا حربي راجل يا واد من ظهر راجل واخدمك بالقابة يا معلمة جامد يا واد قوي انت ما بتخافش لا بخاف طبعا واعكولي فاكرة معلمة ان الرجال اللي انت الامام حواليك دول وبيقولوا ان هما ياكلوا الزلط وما بيخافوش صدقين لان اللي يقول انه ما بيخافش يبقى اكتر واحد جبان واللي بيقول انه بيخاف يبقى عاق قلبه حديد راجل بجدد عارفه وراي حفيد وجاين من اين بيخطط ويدبر مزموط بعدين ما هو المثل قال يا معلمة يعني ما نخفصل ولا انا بتكلم غلط لما وفزك السجن غيرك يا واد يا حربي خلاك تقول كلام كبير وزي اللي بجد تعلمت هناك حيات كتيرة يا معلمة مش مهم انك تتعلم المهم انك تنفذ اللي تعلمته وانا جاهز ومن ايدك دي ليدك دي اطلبي بيني اي حاجة وشوفيني هقدر انفذ ولا لأ تستعجلش عايا رزقك ورق مش يمكن يجي يوم اجربك فيه ساعتها عمرك ما تندمي